مرحبا ماري كريسمس هابي نيويير على كل اللي عم بتابعونا إن شاء الله سنة الـ 2021 تكون أحلى من 2020 خصوصي على اللبنانيين وكل اللي بلاد المضطري بمكسوريا العراق أي بلاد والله يهني البلاد اللي عم بتعيش بسلام بدي أقول للعرب يلي بالاضطراب العرب يقصصي بأمريكا إن شاء الله تكون سنة الـ 2021 الريح من 2020 عليكم مقصصي اللي مرأتوا في بالانتخابات الساس مجد غان مباحة فلكي أنا كنت لديه بالـ 2018 وحقيقة كل اللي قال لي هون طلعهم أسقطين كل يعني لا ما أنا لازم أقول هيك 90 بالمية من اللي قال لي هون فأنا I trust them وما بقابل حدا ما بيقدم لي مادي بتحترمني كمطلقي وتحترمكن سيز مجد غانم من الإمارات إنت حضرتك هلأ بدبي أهلا فيك عبر قناة الجرس يسعد أوقاتك ستنضال ويسعد أوقات كل اللي عم بتابعونا وأنا سعيد مجدداً بوجودي معك بعض الأحداث التي عبرت سعيد جداً إن شايفك بخير وإن شاء الله بتكون 2021 سنة خير لكل الأشخاص اللي عم بيشوفونا واللي ما عم بيشوفونا أستاذ مجد كيف شايف يعني خلينا نبلش بكل حدا وبرجه لأنه ناس تهتم بحالة أكتر بتهتم بالشأن العام هذه الفيديو خلينا نسجل ونبدأ مع برج الحمل أو هل بتشوف السنة مثلاً مثل أكتر من بحيثي الفلد بيقولوا هايدي السنة مثلاً سنة العقرب هايدي السنة سنة الحوت هايدي هاي انت بتشوف سنة لحدا من هالأبراج اكيد هادي مزبوطة هاي الفكرة ست نضال نحنا منقيص على حركة كوكب الحظ والتفاؤل كوكب الإنجازات على وهو المشتري يعني منشوف المشتري وين موجود بعام 2021 ومنقيص من خلال هاي الحركة هاي العام لأي برج بيقدم إنجازات بـ 2021 كوكب المشتري متواجد في برج بدلو يعني هاي السنة بالدرجة الأولى هي سنة موليد برج بدلو بشكل خاص لو نظرنا لتركيب أرقام 2021 لو وجدناها خمسة فهي أي شخص ولدان بـ 14 من أي شهر أو 23 من أي شهر أو خمسة من أي شهر وشو من كان برجو بتحمله سنة 2021 إنجاز خاص ومهم جدا والله يعني أعلنت أستاذ بأنها سنة الدلو يعني كل موليد برج الدلو رح يكونوا أصحاب حدود وافرة أكتر من غيرهم مين بعد الدلو؟ لأ بعد الدلو موليد برج الحوت بتكون سنة تحضيرية إذا بدك منبدأ بالأبراج من الحمل إلى الحوت لأن كل برج عنده فائدي من تواجد المشتري في برج الدلو إذا بدك منبدأ نجزق وين الفائدي وين النصائح والتحضيرات لكل برج نبدأ مع برج الحمل برج ناري موليد برج الحمل هاي السنة هي سنة الأصدقاء بشكل عام وبينشطوا اجتماعياً وبيتعرفوا على أناس جدد بيستفيدوا منهم بوقت لاحق مالياً ومهنياً واجتماعياً خاصة إذا كانوا موليد برج الحمل عم يتعرفوا على موليد برج الثور هون بيبنوا معهم علاقة مالية طويلة الأمد وبيستفيدوا منهم عبر مكاسب مالية أما إذا كانت علاقاتهم عم تكون مع موليد برج الأسد بيدخلوا الإناث مع الرجال من موليد برج الأسد بعلاقة عاطفية والعكس بالعكس أيضاً منهم لموليد برج الحمل بينضم إلى عضوية نادي أو جمعية أو فعالية اجتماعية وبيكتشفوا طرق جديدة للمكاسب المالية ويزيدوا مدخولهم الحالي هذا على الجانب الإيجابي على الجانب السلبي تتركز مصاعبهم خاصة موليد شهر ثلاثة في علاقتهم مع مؤسسي أو شركي كبيري وبيتسلل خلال هاي الفترة نوع من التشاؤم والإحباط واليأس لكلوبهم هون بدي أنصحهم يختلطوا بالأشخاص اللي بيثقوا فيهم وإلي طاقتهم إيجابية لتخفيف أعباء نشاطهم موليد شهر ثلاثة أيضا بيختبروا تغيير جدري أو بيطرأ تغيير جدري على مجرى حياتهم وهذا التغيير لا رجعة فيه قد يطال أي مجال من مجالات الحياة مثلا في علاقة معينة أو نوعية عملهم أو بالسكن والإقامة وغير ذلك من مجالات ما بيسعن ذكرى على السائقين أو الطيارين أو الأشخاص اللي بيسافروا من الفترة المذكورة أي شهر ثلاثة ينتبهوا أثناء سفرهم يعني ما يقولوا بطريقة ما فيها تركيز ما يطيروا كونه عم يحكي عن طيارين بطريقة ما فيها حسابات معينة أيضا موليد الشهر نفسه في قسم منه اللي بيشتري بيت أو شقة أو عقار بشكل مفاجئ وما بيكونوا مخططين له بالسابق وبيتعرفوا على جار غريب عن الحي وبيختلطوا بمحيط اجتماعي جديد كذلك موليد شهر أربعة في عندهم إشارة هوني هاي النصائح والتحذيرات من المحتمل أنه يفاجئن أحد أفراد العائلة بطلباته أو تصرفاته فترات العمل عندهم من 28-2 إلى 24-4 من 11-6 إلى 8-7 ومن 20-7 إلى 18-8 فتراتهم العاطفية من 5-2 إلى 1-3 ومن 27-4 إلى 14-5 ومن 21-7 حتى 22-8 ست نضال برج الحمل عم بيعاني من فترة بالتحديد من الوضع المالي كل تركيزه وكل تفكيره على الوضع المالي صار معه أكتر من شيء أنا عم بحكي اللي صار هون ما عم بيجي تقليلي ما حكيت إيجابي اللي عم بصير معه نعمل سيرج عنهم أنا بعمل سيرج على الهورسكوب عندي بعرف فهون اللي صار معهن موليد برج الحمل الضغط المالي الضغط المالي يعني كانوا أمام إشارة جدية أكتر برج كان أمام إشارة جدية فقر أو ثراعه هو مولود برج الحمل أو كان أمام مشهد صعود أو هبوط قولا واحداً يا بيخسر كل شيء يا أما بيطلع طلعة مالية ما سبقت له يحقق هيك فرصة بالـ 21 أكبر إنجاز وحلم ممكن يحققه بمساعدة صديق بدي يركز على المجتمع والأصدقاء يعني إذا كان إنسان غني من موليد برج الحمل عمول مساعدات اجتماعية لحتى ترفع من شأنك الاجتماعي تدعمك طاقة الناس عندك فلكياً الإنجازات الاجتماعية والصداقات التي تستفيد منها بوقت لاحق يعني ممكن صديق يحلل لك كل مشاكلك المالي ممكن صديق يشغلك يسفرك هاي طاقة الفلك معهم خلال عام 2021 أما التغييرات الجذرية هلأ أكتر شيء عم تشمل موليد من 15 لـ 24 هدول أكتر شيء بدنا نكونوا حاضرين من الوضع المال اللي كنت عم بحكي عنه على الصعيد الآخر عاطفياً أفضل فترة عاطفية عندهم من 22-7 إلى 22-8 ارتباط حتى مكاسب مالية مرتبطة بأنصر الحظ بيحققوها النساء مولودات من برج الحمل كانوا وكمان عم بيعانوا بالحمل عندهم فترة للإخصاب من 22-7 إلى 22-8 أمورهم كله طيب فقط ينتبهوا على الجانب المالي الجانب المالي بده دراسي مضاعفي بعدكم ما طلعتوا منه شيء اللي عم نحكيه بعد ما خلصتوا فإذا أنتوا مشغول كل تفكيركم بالجانب المالي ما رح تعافوا تركزوا بالجوانب الثاني جيبوا حدا برجو ثور بحللكم مشاكلكم ما تطعاتوا مع الحوت مالياً طاقتوا ما بتنسبكم ما تطعاتوا مع السرطان مالياً طاقتوا ما بتنسبكم بهاي الطريقة بتقدروا تجزؤوا المشاكل المالية اللي عانيتوا مننا بالسنتين الماضيين وبتخرجوا باتجاه النور والأفضل بس أنا ما فهمت ليه ممنوع يطعاتوا مع برجو الثور والسرطان برجين مائيين ليه تطعطوا طاقت السيني بس ولا إن جانرال عم تحكيه ألا الحوت والسرطان حوت بيت متعبن بيستفيد منن مالياً ما بيستفيدوا منه وخاصة أنه عبيمرقوا بضائقة ماديية أو مشكلة مالية بروحوا لعند الثور بيت مالن بروحوا لعند الأسد بيت الحظ والعاطفي لحتى يخرجهم من مشاكلهم حتى حضوروا معهم يعني إذا جينا أخذنا واحد حمل وحدث ثور برجو وراحوا عملوا اجتماع فالثور ما شرط يقدم له فلوس لحتى يستفيد منه الحمل طاقته بتجيب له فلوس أما الحوت طاقت الحمل بتجيب له مصاري بس بتتعبوا للحمل نفسه فهو ما ناقصوا هلا خلال هاي الفترة السرطان أيضا زاوية التربيع اللي بينهم متعبة بكافة الاتجاهات الصديق أوكي صادقوا للسرطان بعيش معه وتزوج وما فيه بس ماليا خلال هاي الفترة بالتحليل والفترات ما تتعطى في حدا لازم تتعطى معه عاطفيا ما لازم تتعطى معه ماديا هاي التجزئ جدا مهم فأنا عم بنصح للحمل للخروج من أزماته المالية ينبش على حدا الثور ينبش على حدا الأسد القوس القوس رائع أيضا وهني عندهم مشكلة بالاختيارات على فكرة لهيك أنا ذكرت هي النصيحة بيختاروا دائما الشخص اللي بيوديهم على المشاكل لأنه المغامرين جريئين هدوا شوي أستاذ مجد فينا نعانوين برج الحمل سنة التغيير الجدري والاستفادي من الأصدقاء ركزت على شهر ثلاثة لأنه مولود برج الحمل مولود ما بين ثلاثة وأربعة شهر ثلاثة وشهر أربعة يعني أبه نيسان أو مارس أيبريل ننتقل لبرج الثور تفضل أستاذ مجد غاني مولود برج الثور هذه السنة هي سنة العمل والمركز الاجتماعي هذه السنة واعدي بشكل خاص كما ذكرت بمجال العمل وتعزيز مركزهم الاجتماعي قسم منهم بيلاقي شغل وعمل يليق فيه بعد سنوات من الانتظار والضياع أو بوسع شغله الحالي أو بينتقل لمرتبي مالي أفضل من الحالي ومنهم من يتبوأ منصبا كبيرا ويدعم علاقته بالمسؤولين عنه أيضا في سمعة طيبة لموليد برج الثور كانوا عم بعانوا منا بالعام الماضي اللي هي المجتمع ضدهم الكلام كان عم يكون جارح المجتمع شوي عم يدخل معهم بصدمات هاي السنة أو 2021 هي على خلاف 2020 بنصحني حافظوا على إنجازاتهم القائم وما يتشبسوا بعنادهم السابق لأن العناد كثيرا بيخسروا الفرص لموليد برج الثور كذلك في قسم منهم بيترأس جمعي أو نادي أو فعالي أو ممكن حزب سياسي هذا على الجانب الإيجابي على الجانب السلبي بتتركز متاعبهم في كل ما يتعلق بالأصدقاء على خلاف موليد برج الحمل يعني بيخسروا ممكن صديق بشكل مفاجئ وغير متوقع بتاعتاً أو قد تتوتر العلاقة معه خاصة إذا كانت تربطن علاقة مهنية النصيحة الفلكية هون أنه يحاولوا ما يقوموا بأي رد فعل سلبي اتجاه أي صديق لحتى ما يخسروا مرة أخرى على الجانب المالي لموليد برج الثور بعود المشهد المالي للواجهة يجب على موليد شهر نيسان شهر أربعة من يرغب بالدخول بأي مشروع ضخم يتطلب مبلغاً كبيراً من المال ففحص إمكانياته الاقتصادية جيداً لألا يتورط في منتصف الطريق لأنهم أمام مشهد فقر أو ثراء فترات العمل والمال من 22.2 إلى 23.3 ومن 20.5 إلى 22.8 فتراتهم العاطفية من 1.2 إلى 5.3 ومن 22.7 إلى 23.8 ومن 22.11 إلى 23.12 يعني أستاذ مجد غانم شو من عنونا في كتير معلومات عن الطور مع أنه غيرك قال يعملوا إنجازات مالية كبيرة يعني بتحضرهم من إمكانية فقر يعني لازم يتفحصوا أي دراسة قبل الإقدام على أي مشروع مالي أو مثلا يتركوا عمل عم بيطلعوا منه مال كتير يعني لازقوا أوي ست نضال موليد برج الثور هن أمام مشهد وهذا المشهد بشاركهم في موليد برج الحمل أيضا فقر أو ثراء المقصود في كوكب الثورات والتغييرات والانقلابات أورانوس موجود في برجهم فهي الحركة سيفدوا حدين يعني مولود برج الثور لو راح قام بعمل اقتصادي شركي مؤسسي مع مولود برج الحمل بيخسر وبيتعب أو مع مولود برج الأسد حسب مع مين عم يتعامل بيحقق الإشارة السلبية أما إذا راح اشتغل مع الجوزاء مثلا بيكسب مصاري وبيكسب الإشارة الإيجابية أيضا موليد برج الحمل في بيت مال ألا وهو برج الثور من سنين من أكتر من سنتين ومستمر هذا المشهد لأربع سنين لأدام أورانوس موجود في بيت المال بدون يعرفوا وين عم يدعسوا فهي الإشارة لا ممكن للمزاح فيها مع احترامي لكل شخص عم يتكلم بالأبراج وفيك على الساحة الاجتماعية حولك تعملي إحصائي لموليد برج الحمل والثور بتشوفي دقة هذه الإشارة هناك إشارات احتمالية وهناك إشارات قدرية مثل ما حكيت مع مين بتتعاملي بتحقق الإشارة إن كانت إيجابية أو سلبية في شخص ممكن تبني معه صداقة ما ممكن تشتغلي معه فبيخسرك إذا فتحتي عمل معه هذه الطاقة الفلكية سابتة ما بتتغيين أوكي سيز مجد نرجع هلأ على برج الجوزاء برج هوائي سني كأنه منيح برج الجوزاء أو نوم؟ أكيد منيح برج الجوزاء عم يكسر القاعدة الخاصة بـ 2020 عم يكسرها بـ 2021 لأنه هاي السنة سنته السفر البعيد والاتصالات بينشطوا موليد برج الجوزاء بمجال السفر البعيد والاتصالات البعيد والهجرة أيضاً لو عملت دراسي لو وجدت بـ 2021 أكتر الناس اللي عم بتهاجر وتسافر هم موليد برج الجوزاء منهم من تصل قدماه أرضاً لم يطأها من قبل إما للسياحة أو الدراسة أو الهجرة أيضاً بيستفيد الجامعيين والأكاديميين بمجال الدراسة والتدريس يعني إذا دكتور بالجامعة عنده ترقي إذا طالب كان عم بواجه صعوبي بالمنهج الدراسي الأبواب مفتوحة بالـ 21 لأله يستفيدوا أيضاً بكافة الأمور القضائية العالقة فمن يتابع دعوة قضائية يخرج بنتيجة إيجابية خلال عام 2021 كذلك ضمن الحزم اللي بتستفيد من موليد برج الجوزاء بالـ 21 هم المصدرون والمستوردون في تجارتهم بتزيد تجارتهم، بتزيد مدخولهم عندهم إنجازات منتازة بالـ 21 النصائح والتحذيرات لمولود برج الجوزاء بتتركز مصاعبه في كل ما له صلة بالمؤسسات الدوائر الرسمية وبمركزهم الاجتماعي بخلاف موليد برج الثور بيكون عندهم ضغط اجتماعي وفي قسم منهم ممكن يخسر مكانته الاجتماعية إذا تسرع بتصرفاته أو تصادم مع مجتمع كامل طبعاً هذا الشيء بيصير بشكل سريع وبشكل غير مدروس هذا الشيء الاجتماعي اللي عم بحكي عنه على الجانب الآخر بيحصل تغيير جذري بحياة موليد شهر خمسي بيشمل التغيير العلاقة العاطفية وهون بدي أرجع لها بعد شوي أشرح عنها أو مكان الإقامة أو في أي شيء آخر يعني عم نحكي هجرة ممكن يشمل مكان الإقامة استقرار بغير البلد اللي هني فيها حالياً عم نحكي شراكة مهنية وعاطفية أيضاً أي علاقة عاطفية غير مستقرة ما بتستمر معهم وممكن يدخلوا بعلاقة جديدة ينهو علاقة ويدخلوا بعلاقة عاطفية أخرى فترات العمل من 21-3 إلى 20-4 ومن 22-7 إلى 20-9 فتراتهم العاطفية من 5-3 إلى 6-4 ومن 23-8 إلى 3-11 سنة رائعة لموليد برج الجوزاء وعدم الاستقرار العاطفي في برج هلأ حنيجي عليه كمان عنده ضغط هو أكتر حداً مضبوط هاي السنة بس ليه شملت الجوزاء ست نظار الجوزاء كانوا بـ 2019 وـ 2020 عندهم ضغط بالزواج خلينا نسميه الشراكة العاطفية اللي هو الزواج الخطبي العلاقات الحب الصرفة بشكل عام هلأ عم بيعانوا خلال عام 2021 معاناتهم من نواتج عام 2019-2020 الزكي اللي بيطلع منا هون الفلك ما بيحركنا إذا أنت كنت متفهم للشريك يا مولود برج الجوزاء وكنت على قدر عالي من المسئولي تدخل ببعض المشاكل والمطبات الغرامية الغير مدروسة لكن بتمر السنة وبتظلك محافظة على شريكك العاطف أما إذا رضخوا لهي المشاكل أكيد لا علاقة ما بتستمر أكشن ورياكشن فعل ورد فعل جوزاء أخذ حصة كبيرة من الشرح منك نجي على برج السرطان برج مائي عندهم أنا بعرف ريت تحليلات عالمية بيقول عندهم تغيير كبير سنة واللي ما بيحبوا التغيير بيتآلفوا مع المكان بالضبط كلامك بيتآلفوا مع المكان وعندهم أكتر ناس يصابوا بالتعلق المكاني والشخصي هون موليد برج السرطان بيتعلقوا بالأب وبالأم وبالمكان وذكرتهم البعيدة كتير قوية فبيعانوا من التغيير عندك حق خلينا نشوف إذا عنده تغيير مولود برج السرطان أنا وياك وندخل فيه بشكل جميل هلأ هاي السنة لموليد برج السرطان هي سنت الشراكي المالية وهي مؤشر إيجابي كتير قوي بيجيهم كل 12 عام مرة واحدة يجب استسمعها تتاح الفرصة لإلن للحصول على مبلغ من المال من تعويض أو شراكي أو تمويل سواء كانت شراكة عمل أو شراكي عاطفية منهم من يدخل بشراكة مالية تعود بالنفع عليه إذا أحسن اختيار الشريك المناسب عدد من موليد برج السرطان بيحصلوا على ميراث أو خلينا ما نقول ميراث لحتى ما يتحسسوا دعم من أحد أفراد العائلة دعم مالي النصائح عانى موليد برج السرطان من عام 2020 من وضع مالي غير مستقر وكان عب يتحرك باتجاهين صعود وهبوط مكاسب وغير مكاسب وما إلى هناك وهذا الشيء كان عب يتم أيضا بشكل مفاجئ وبدون خط بياني واضح موليد شهر سبع هم المؤرضين لهذه التجربة خلال عام 2021 ألا وهي تجربة المكاسب المالية الغير سابتي اللي هي عم تصعد وتحبط هون بدي أنصحهم عليهم بعمل برنامج ادخار من الآن لتكون محطات إنقاذ عند الحاجة لسمح الله سيعاني أيضا موليد برج السرطان من المتاعب في كل ما يتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة وكذلك في كل ما له وصلة بالأمور القضائية ستكون النتائج غير مرضية من هون من روحنا نصيحة أخرى موليد برج السرطان ما لازم يدخل بأي مشكلة قانونية إذا فيك تحل مشاكلك بشكل سلمي بيكون كتير منيح ما تجرب تدخل على المحاكم النتائج بتكون شوي عكسي على المستوردين والمصدرين أيضا عدم الدخول بأي صفقة عدم متضحت المعالم لألا يخسروا في تجارتهم فترات العمل من 21-19-2 ومن 22-6-20-7 ومن 23-11-18-12 فتراتهم العاطفية من 1-2-20-4 ومن 22-6-20-7 ومن 1-9-2-11 ما كتير عندهم تغييرات؟ تغيير جذري مثل ما أريد عالمياً ما فيه تغيير جذري بس فيه إنجازات مالية ميح للسرطانو التغيير الجذري حسب ما بقرأ أنا اختصرت جداً بتحليل كل برج التحليل الجذري ممكن يكون بالمحيط الاجتماعي عندهم والتغيير بيكون إيجابي ممكن يعيشوا بمكان أفضل من المكان الحالي أو ينطقوا مجتمعات أفضل من الحالي ترقي مهنية أيضاً عندهم إياها لما فيه تمويل فيه دعم مالي يعني أنا بسميها باختصار لمولود برج السرطان سنة الدعم المالي يعني بيجيهم مكاسد مالية دون تعم هذا أهم شيء أستاذ ماشي أهم شيء في حياة الإنسان مع أنك محكيت لنا شيء عن العاطفي لما نروح على برج الأسد برج ناري موليد برج الأسد عام 2021 هي سنة الشراكة المهنية والعاطفية نستفيد في كل ما له صلة بالشراكة سواء كانت شراكة عمل فإذا أرادوا الدخول بمشروع ما سيجدون طرف مساهم معهم أو ممول يعني الأبواب مفتوحة بالشراكة المهنية لموليد برج الأسد والعاطفية أيضاً منهم من يدخل بعلاقة جدية فتتم خطبته أو زفافه ومنهم من يوقع عقداً تجارياً يعود بالنفع عليه وهو الموليد برج الأسد اللي كتير صعبين بالعاطفي الرجال والنساء يعني هن شوي تعبانين بهذا الموضوع هن بتعبين حالاً أنا بدي أنصحهم هاي الإشارة مهمة يجب استثمارها على الصعيد العاطف يعني اغتنموا هذه الفرص يا موليد برج الأسد مهنياً بحبوا يشتغلوا بحبوا يدخلوا بشراكة أورادي حيحسنوا شغلاً بعام 2021 لكن العلاقات العاطفية المحسوبة هي فاشلة الفلك عم يعطيك فرصة يا مولود برج الأسد بعشرات السنين ما بتتكرر حاول ارتبط بعام 2021 هون خاصة بدي خاطب المتأخرين في الزواج سلبياً بواجهوا موليد برج الأسد صعوبات مالية في كل ما له صلة بتحصيل الديون أو تحصيل أموال بتعود من شراكة عمل قديمي وكل ما له صلة بالقروض والميراث داخل العائلة حاولوا خلصوا بطاقات إيجابية لأنه في ضغط عليه كذلك يجب عليهم الحذر من أن تكون صحتهم أو صحة شخص داخل أفراد العائلة بحاجة إلى الرعاية يعني انتبهوا لصحتكم اعملوا برنامج غذائي ساعات النوم لحتى تخرجوا من هاي الإشارة وأيضاً انتبهوا لصحة أفراد العائلة يحدث تغيير جدري بمجال عملهم إذ أنهم يفقدون عملهم الحالي ليجدون عملاً أفضل منه يعني هاي الإشارة اللي حكيتها بالبداية هي إشارة تطويرية للدخول بعمل ممكن موليد برج الأسد يواجهوا مشهد خسارة العمل الحالي هون ما تزعلوا لأنه في عمل أفضل من العمل الحالي ناطركم بالأسعدي اللي ذكرتها بالبداية فترات العمل والمال من 22-23 ومن 22-7 إلى 23-8 ومن 23-10 إلى 22-11 فتراتهم العاطفية من 1-3 إلى 2-4 ومن 3-7 إلى 5-8 ومن 5-9 لغاية 7-10 يبدو أنه الحلقة بيطلع معنا الأسد منيح السرطان منيح الثور حدرته من دخول بصفقة مالية سيئة بس كمان منيح الحمل سنت الأصدقاء وتغير جدري لأهلأ كلنا منيح ما شاء الله العذراء منوصل العذراء برج ترابي موليد برج العذراء 2021 هي سنة العمل بيستفيدوا في مجال العمل وبالذات في العلاقة مع زملائهم في مكان عملهم وأيضا على الجانب العاطفي منهم من يبدأ علاقة عاطفية ضمن مجال عمله أو تؤدي إلى ارتباط في وقت لاحق هون كمان إذا أحسنوا اختيار الشريك أكيد في ارتباط لموليد برج العذراء إن كان علاقة حب صرفي أو خطبي أو زواج إذا كان في توافق بينهم وبين الشريك اللي عم يختاروا بحققوا هاي الإشارة بشكل كتير كبير أيضا بالرجوع للجانب المهني الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل من موليد برج العذراء ومن يعمل يوسع عمله الحالي ويطوره يعني في حدث إيجابي مهني في توسع مهني لمولود برج العذراء بعام 2021 يحافظ موليد برج العذراء على صحتهم فمن كان يعاني من مرض لديه فرصة أو لديه فرصة للشفاء ولكن أيضا يجب عليه الانتباه من زيادة الوزن عندهم زيادة في الوزن لأن المشتري موجود في البيت السادس هون بيكون في عندهم شغف لتناول كميات كبيرة من الطعام فبتعطينا إشارة أنه في زيادة بالوزن هلأ الانحيف بيكون سعيد بقول تحققت واجت لحالة هذه الإشارة أما الاسمين بيزعل فهون الاسمين يعمل برنامج غذائي لكميات الطعام يواجه موليد برج العذراء صعوبة في الشراكة سواء كانت شراكة عمل أو عاطقة أكثر المتضررين هم موليد شهر 8 منهم من تنتهي شراكة العمل بسبب إفلاس الشركة التي يعمل فيها والنصائح والتحذيرات ومنهم من يكتشف أن وهي إشارة كتير قوية بس بدي أحكيها منهم من يكتشف أن شريك العمر لم يعد مؤتمنا كما تصور في البداية فتنتهي الشراكة بينهما أنا عم بحكي كتير بفلتر المصطلحات الفلكية كتير بشتغل كون إيجابي وبحب أعطي السلبي بشكل فورم نصائح وتحذيرات وبلطاف لكن هون خلينا نعمل إحصائية أكثر اللي بخونه بعضهم بـ 2021 العذراء وفي برج آخر هلأ عمني جالي فأنا هون كمان بنطلب الجوزاء رح يخون لأنه عنده ارتباك عاطفي بس هون حتى الحدث الفلكي يكون دقيق ننصح بتوطيد العلاقة وليس بانتقادها فيه أيضا إشارة تاني لمولود برج العذراء وبخصوص الشراكة العاطفية ممكن أنه يضطر الشريك العاطفي تحت ضغط بتم فراق أو طلاق أو يضطر أحد الزوجين للسفر لفترة طويلة ضمن مشروع عمل في الخارج هذه كمان إشارة الكبار بالسن كمان بدون ينتبهوا لصحتهم هون عم نحكي في ابتعاد الكبار بالسن داروا صحتكم من موليد برج العذراء يحصل تغيير جذري لبعض التجار بعمليات الاستيراد والتصدير من موليد برج العذراء قد يشمل ذلك تجارة من نوع آخر غير النوع اللي أتادوا عليه أو أن تطلب الشركة التي يتعاملون معها شروطا أخرى غير المتفق عليها ثم تأمكانية أيضا لأن يسعى موليد شهر ثماني بموضوع الهجرة يعني بيكون عندهم نوع من الهروب من الواقع هلأ أنا بنصح فيها مناسبة جدا موضوع السفر البعيد والهجرة لموليد برج العذراء فترات العمل هن محتلين فترة الصيف كله خلال عام 2021 ورح يتذكروا اسمي كتير مليح فترة الصيف فترة مهنية بامتياز لموليد برج العذراء فتراتهم العاطفية من 19-1 إلى 22-22 ومن 22-7 إلى 22-8 يعني العذراء لسهم ينتبهوا من خياني وفرق أو ارتباط بس عندهم إنجازات مهنية كتير ولنسهم لي كبار بالعمر ينتبوا لصحتهم والمشتري بأثر عليكم بخلي عنكم شي هيدي ما فهمتك بأثر علينا نحن أنا عذراء خليني أكل كتير شو مرة بيسألك أنا بتشرحيها لأيلي عنها هلأ إذا بدك منشرحها هلأ كيف المشتري بيخلينا نأكل يعني ست نضالة هلأ خلينا نبدأ بمثال سريع هو الكواكب تطلق ذبذبات كهرومياناطيسي وأنا بالإنجلش حدك مش قوي مثلك بس بسموها أو طاقة دفع المجال الكوني هاي الطاقات كلنا مع بعضها مثلاً لما بيكتم للقمر بتكثر بيكثر الناس في الدموة عند المريض وبتكثر حالات التسمم الدوائي إذا كان نبتون عامل زاوية سيكوير مع القمر المكتمل ليه لأنه نبتون من ناحية فلكية أو قراءة الذبذبات الكهرومياناطيسية الخاصة فيه وكوكب الأوهام والإلهام وبنفس الوقت بيتحكم بالسوائل وبالدواء فوجود أي كوكب إيجابي بالبيت الذي يعني بيت الصحة بيعمل شفاء من الأمراض كما ذكرت وبيعمل نهم باتجاه الطعام أو شهية باتجاه الطعام على جميع الحالات خلينا نقفلها هاي الفكرة راقبي موليد برج العدراء راح تلاقي هن أكتر ناس عم بيزيد وزنهم بعام 2021 اللي ما عملوا برنامج غزائي ننتقل أستاذ لبرج الميزان يلي عانوا سنتين ماضيتين كتير إن شاء الله هاي دي سنة 2021 تلاقي حلول شو بتقول لبرج الميزان؟ موليد برج الميزان بالضبط عانوا في قسم منهم خسر عملهم في قسم انتقل لسكن القسم الكبير غير سكنه من موليد برج الميزان بس غالبا كان السكن أريح من السكن السعبك لأنه كان عنده حركة فلكية إيجابية ببيت العقارة هلأ بصورة عامة بعام 2021 هي سنة الحظ والعاطفة لموليد برج الميزان والحظ مقصود في اتجاهين رئيسيا هما الحظ المالي والعاطفة هلأ بترجمة عاطفيا منهم من يبدأ علاقة عاطفية جديدة تؤدي إلى ارتباط في وقت لاحق ومنهم من يعزز العلاقة العاطفية الحالية أو القائمة ماليا ما بيتخلى عنهم الحظ من المحتمل أنه تتوفر عندهم فرص لصفقات مالية يلعب الحظ دورا فيها كما تصل لموليد برج الميزان أخبار سارة تتعلق بإنجاز لأحد أبنائهم يعني فيه ثلاث اتجاهات خليني أشرحهم لموليد برج الميزان اتجاهات إيجابي الجهة الأولى المكاسب المالية المرقبطة بأنصر الحظ وهون ما بدي شجع لا على اللوتو ولا على ينصيب لكن هاي الاتجاه حتى ماشي معهم في عام 2021 إذا دائما اشتغلوا وهو القمر موجود في برج الدلو المصاري رح تجيهم بشكل كتير كبير بس ميلي بيعرف أمتى بيكون ما بعرف شو الأمر ببرج الدلو وإكسترا ما فيه فترات معي يعني فيك توضحهم إياهون حرام لموليد الميزان هلأ كل شهر بيقعد الأمر بالبرج الدلو يومين وست ساعة هلأ فيه أبليكيشن فيهوني تابعوا مثلا فلكي على الإزاعات أو على السوشيال ميديا اللي بيعد حركة الأمر موجود الحركة بس أنا بعطي اقتران إنه المشتري موجود بالدلو فيه ناس خصوصا موليد برج الميزان هوني أكتر شي متعلقين باليانصيب وباللوتو لهيك أنا طرحت هاي الفكرة بس أنا ما عم شجع عليها بس لأنه هوني متعلقين بهيدا الشي فيكن تشتغلوه هو القمر بالعذراء لكن مكاسب مالية متعلقة ومرتبطة بعنصر الحظ في 2021 جاي أيضا إنجاز يتعلق بأحد أبنائهم هلأ رح يشرح هاي التفاصيل وفيه تفصيل مهم على سيرة الأبناء هاي السنة كتير ممتازة النساء اللواتي يعانوا في الصعوبة بالدخول بالحمل من مولودات برج الميزان 2021 هادي فرصة ذهبية للنساء للدخول في الحمل بيختبروا موليد شهر عشرة تغيير جذري بالمقابل بإعلاقتهم العاطفي وهدولي أيضا بدي بدي أحكي يعني ما في يضل ساكت موليد برج الميزان خلي عينكم لجوة خاصة الشباب وما تجربوا هذا الاختبار لأنه صعب رح يكون قاسي يعني منه ساعد اختبار عاطفي إذا ضليتوا متل ما أنتوا رح تاكلوا بضرب سيد ماشد غان ما فهمنا يعني للشاب اللي عم يسمعك من مولود الميزان ما بيفهم شو حدرته قلت له انتبه لأ شو عم يعمل بتكون عم نفتعز مع وليد الميزان شو عم بيعملو هو بيعرض شو عم يعمل بشكل كتير كبير تسعين بالمية منهم عم يعملوا الحك اللي عم بحكيه اللي هو شوي أمورهم العاطفية لبرا عم بيبالغوا فيها وعشرة بالمية اللي هو بيتمتع بالسكينة مولود الميزان لوالدان بالوسط هذا اللي بتشوفيه ساكت عائل هذا ما له علاقة بالحكي اللي عم بحكيه حتى ما إشمل بس عندهم اختبار عاطفي قاسي قد يكون فضيحة أوكي أوكي وهذا كمان إذا بتحبي في فنانين من موليد برج الميزان في أشخاص بيشملها هذا الحكي فالحكي موجه لأي شخص مولود ببرج الميزان كنصيحة نوه عن شيء يعمل منه شو لا نصيحة لأنه إذا أنت التزمت ما بتوصل له موليد شهر عشرة بدون ينتبهوا لصحتهم من يشعر بأعراض صحية غير اعتيادي وبشكل متواصل خاصة الجهاز العصبي والرأس والجهاز الهضمي والمفاصل اللا يهمل أو يهمل بالفحص والعلاج عليهم أيضا التجنب في أي مواجهة وما يدخلوا بأي مواجهة مع زملاءهم في العمل سيشعر أيضا بضغط مولود برج الميزان في مجال عمله من 28 8 لغاية 6 10 بدون يلمسوا تغيير بمجال عمله أو بالوظيفة الموكلة لإلن ممكن ينتخلوا بشكل مفاجئ وسريع من عمل إلى آخر لا صلة له في العمل الأول أو يضطرون للتعامل مع رؤساء جدد لا يعرفون ما تنطوي عليه سريرتهم فترات العمل من 204 إلى 205 من 206 حتى 208 وفتراتهم العاطفية من 1 1 إلى 5 3 ومن 207 إلى 2 9 من نقول برج العقرب برج مائي مولود برج العقرب 21 هي سنة العقارات والعائلة وقبل ما أدخل بالتفاصيل مولود برج العقرب رح تاخدك الحياة بعام 2021 للاستثمار العقاري واللي ما معه يستثمر أو وضعه ما بيسمح يستثمر رح ينقل على سكن أو رح يحسن بالسكن الحالي فإذا كنت أنت حدا كتير واعي وبدك تعمل بزنس اعمل بالعقارات بتواريخ فلكية إيجابية ورح تحقق مكاسب عالي يستفيد مولود برج العقرب منهم من يدخل تعديلا على مظهر أو ديكور البيت أو يغير سكنهم ومنهم من يشتري أو يبيع عقارا بثمن جيد أيضا بعزز الروابط العائلية ومن المحتمل أن يهل مولود جديد لأحد أفراد العائلة سماسرت العقارات أيضا مجهلهم تحي لم ياخدكم وشأنوا بيشتغلوا بهاي الموضوع هاي السنة بيستفيدوا بنا بحد كتير كبير وبيحصلوا على مكاسب مالية من موليد برج العقرب بيستفيدوا بالفنادق مدراء الفنادق من موليد برج العقرب بيستفيدوا بيختبروا مكاسب مالية جديدة خلال العام يعني مكاسب مالية إضافية يا مدراء يا مدراء الفنادق والمطاعم والمنشئات السياحية هذا كله اسمه عقار بعلم الفلك لهيك عم جزء وبسط لحتى ينفع على الجانب السلبي والتهذيرات والنصائح تتركز مصاعبهم في الأمور العاطفية إذ يختبرون علاقة عاطفية صعبة تكون من طرفهم فقط فحذاري من إصدام عاطفي يترك أثرا سلبيا في نفسك يا مولود برج العقرب لفترة طويلة ولا تختبر علاقة فاشلة بغض النظر إن كنت ذكرا أم أنثى هون عم بحكي الرجال والإناث من موليد برج العقرب القسم الآخر بيشعر اللي ما فايت بعلاقة عاطفية بيصير يشعر خلال السنة إنه حياة العاطفية باردة أو شبه مقين على موليد برج العقرب أيضا عدم فرض وجهة نظر على الأشخاص المقربين منهم خاصة أولادهم وعدم المبالغة بتجربة حظهم المالي هم على عكس موليد برج الميزان موليد برج الميزان نصحناهم يجربوا حظهم المالي موليد برج العقرب أنا بقول لهم ما تجربوا حظهم المالي بالواحدة وعشرين على موليد شهر 11 الانتباه من أي شراكي مالي جديدي بيقوموا فيها وتجنب كفالة أو إقراض المال لأي شخص كذلك إذا حصلوا على مال من تعويض أو ميراث أو شراكي بدون يواجهوا المتاعب لحد ما يحصلوا عليه يجب على موليد نفس الشهر الابتعاد من السكن ومن استثمار ومن التنقل شو بيعمل لمعطر يعني لو أنا عقرب كنت خفض أعطناها فرص بالبداية رزقته بالعقار عنده دعم من أفراد العائلي إصلاح أي خلاف عائلي أصحاب الفنادة المنشآت حكينا كتير إيجابي لكن النصائح والتحذيرات ما فينا بنا ما نحكيها إذا ما حكيناها نكون معا مننصح الناس معا منحمل الرسالة هاو كلهم أنا اتعرضت لهم وطلقت منهم اللي عم بنصحب فيهم لهيك عم بنصحهم بمصداقي خليني أحكي عن فترات العمل بالنسبة لإلهم من 26-2 إلى 25-3 من 22-4 إلى 5-7 من 26-7 إلى 1-9 فتراتهم العاطفية من 10-2 إلى 19-3 من 14-5 إلى 9-6 من 6-7 إلى 22-9 ننتقل على برج القوس برج نهري ومن فضلك تبدأ بالتحذيرات لأنه نختم هيك على بدي إسألك أنت برج العقرب أنا لأسأل بس قلت أنا مريت فيهم معرفت ليش مريت فيهم هول كلهم بس تنضال بمر فيهم لأنه هو دورة كواكب بس يكون فيه كوكب بالبيت الثامن أو بالبيت الثنائش عند الشخص فهو معرض لمؤامرات تحاك ضده بالخفاء الفلكي الزكي اللي مثلي اللي بيقدر يبسط المعلومة ما حدا بيقدر يبسطه لأنه هاي مصطلحات فلكية معقري أنا بترجمة ناتج خبرة لإقدر أنصح الشخص أما أنا إذا جيت قلت لك أحذري من نصائق من معامرات تحاك ضدك بالخفاء بتقول لي لم أفهمت شي بس إذا جيت ترجمت لمكان مجهول أو لشخص ممكن يحكي عليك بأفاك فهون فيهم الشخص فهي الهدف الهدف هو مش منع هو رفع الإدراك الفلكي الذاتي هي عندي سلبي وعندي إيجابي السلبي بتعامل معه بتقبل والإيجابي بيستسمعه أوكي مننقل على برج القوس برج ناري القوس رح نبدأ بالنصائح ولا بال بشو بتحبي بالتحذيرات تمام موليد برج القوس بالبداية التحذيرات والنصائح بتتركز مصاعبهم بالأمور العقارية وبيبرز هذا الشي خاصة عن موليد شهر 12 من يرغب بشراء أو بيع عقار عليه أن يتفحص الأوراق الثبوتية جيدا للعقار ومن يرغب في تغيير سكنه يجب أن يتفحص الإيجار الذي سيدفعه سيواجه أيضا موليد الفترة المذكورة مصاعب بعلاقتهم العائلية عليهم ألا يقدموا بردود انفعالي سلبي مع أحد أفراد العائلة لأنها تترك أثر سلبي لوقت طويل على موليد القوس أيضا التأكد من شراكتهم سواء كانت في العمل أو في العاطفة فقد ينخذلون بسهولة في شراكة عمل مع شخص غير معتما أو أن يكون الطرف الآخر غير مخلص عاطفيا ويبيعهم أوهاما وخيالا وأيضا أي إشارة تأتي تلغي قدوم الأخرى يعني إذا أكل والضرب العاطفي شراك المهنية منيحة وإذا صار معهم بالشغل الإشارة السلبية والعاطفي منيحة ما رح يصيروا اتنين مع بعض أي وحدة بتصير بتلغي التاني لحتى تكون واضح على موليد شهر 12 مراجعت حساباتهم المالية المشتركة وما له صلة بالضرائب والتأمينات أي حدا عنده شركي مدير من موليد برج القوس راجع الحسابات المالية المشتركة وإنت قدر بيشغلك شو بقصد لحتى ما أدخل وسط نضال ما تقبل راجع الحسابات يمكن عبتدفع 10 لازم تدفع 8 نصيحة إنسان بيحب لك الخير فترات العمل من 21 ل 22 3 من 23 4 ل 21 5 ومن 10 8 ل 22 12 30 فتراتهم العاطفية من 6 6 ل 7 7 ومن 15 8 ل 10 9 ومن 12 10 ل 30 11 على جانب الإجابة هاي السنة هاي السنة أيضا كسرين فيها القاعدة موليد برج القوس هي سنة السفر القصير والتجارة لما بحكي سفر قصير يعني بال2020 الناس ما قدرت تتحرك ما قدرت تتسافر بشكل عام كل الأبراج لكن موليد برج القوس اللي كمان كان عندهم صعوبة بالسفر وهن بحبه الحرية وبحبه الاستقلالية وبحبه دائما التغيير الاستكشاف أو بهدف الاستكشاف ما رح يهدو سفر خلال عام 2021 غالبا بيكون سفر قصير مش بعيد في سفرات بعيدة لكن كنسبة كبيرة هي السفر القصير ينشط ويستفيد موليد برج القوس كما ذكرت في مجال السفر والاتصالات والمواصلات ويعززون العلاقة مع الاخوة والجيران الجيران بصير فيه تعاطئ اجتماعي بيناتهم بصير فيه تآلف بصير فيه محيط اجتماعي هاي الانغلاق والكابت اللي كانوا فيه كله بيتغير بصير فيه مرحلة اندماج اجابي مع المحيط الاجتماعي بيستفيدوا أيضا طلاب المرحلة الابتدائية والثنوية بدراستهم بامتحاناتهم في فرصة أي طالب كان مكسل معزب اهله من مولود برج القوس هاي السنة بينجح بالواحدة وعشرين قسم كبير من موليد برج القوس بيبيع او بيشتري سيارة بحد السيارته الحالية تجار السيارات هون سنة رائعة مستورد مصدر تاجر بيستفيد بتجارة السيارات ايضا التجار بيستفيدوا بتجارتهم وبتكون سنة ايجابية للتجار ولما موليد برج القوس في كل شيء له علاقة بالبيع او الشراء يستفيدوا بهذا الاتجاه لحد كتير كبير وما قلت لنا شيء عن العاطفي كل الناس بهم عواطفهم القوس مع العاطفي ان شاء الله يكون بتوفق السنة عاطفيا لغاية شهر اثنين مولود برج القوس في زخم عاطفي كتير كبير عنده فرصة قوية خمسة لاتنينة وعشرين ستة هذي فترات عاطفية هن شوي ملبكين حالهم كمان انه ما بدهم حاليا يسروا لحريتهم شوي ما بدي يقول بيتعززوا بس كمان الجانب العاطفي هن ما معطينه المساحة الكاملة للشريك لحتى يدخلوا ويندمج بحياتهم هؤلهم اللي مش مرتبطين اللي مرتبطين في عندهم سفر وممكن هذا السفر او تغيير مكان اقام يرجع يجمع شريكته العاطفية الى وهي زوجته بهاي المكان بعد مدي مش طويل thank you مننقل على برج الجدي برج ترابي وبرج ما كتير بيكون حزوزه وافرة غالبا ما بعرف ليه شف لي السنة ان شاء الله يكونوا منيح سنت الماضي كان عندهم انقلابات فعلا صارت بحياتهم بس بس موصلوا لمحل استقرار لهلأ ابدا هلا من بشرك انه مولود برج الجدي هاي 2021 اول خبرية خلينا نبدأ بالبرج مثل ما هو سنة المكاسب المالية والمبادرات يعني بيعتبر عام 2021 خير على مولود برج الجدي ماليا هناك فرص جيدة يكون او فرص مالية خليني وضح مكاسب فرص بيستسمروا فيها بيكون اغلبا من العمل هاي المصاري بتيجي من العمل او بيستردوا مال بيكون بالدنيا من عبل يادين عالقكان او ميراث بيرجعلن او بترجعلن هاي المكاسب منهم من يحصل على هدية ثمينة او جائزة اذا شخص فنان مشهور من مولود برج الجدي دكتور قام بعمل عنده جائزة وتكريب غالبية المكرمين من الاشخاص هم مولود برج الجدي اللي بيحصلوا بيحقق مناتج تعامل في قسم كبير ايضا بيحصل على ترقية كبيرة بمكان عمله ممكن ترقية ادارية ممكن يصير عنده مؤسسة لالو كل شيء له علاقة بالمكاسب بيتحقق بعام 2021 ايضا في شيء مهم في قسم من موليد برج الجدي بيحصل على مصدر للدخل يغنيه يعني مثل ما بقولوا عنا بيقبر الفقر في اشارة جدا قوية بهذا الاتجاه يا موليد برج الجدي طبعا ليس بالضرورة ان يكون انسانا متشائما او محبطا او فقيرا او غنيا لحتى يحقق هاي الاشارة ممكن ايضا يبيع شيء بسعر مضاعف اضعاف اذا عنده عقار عنده سيارة عنده ارض عنده شركة ببيعة باضعاف خلال عام 2021 فاذا هاي سنت المكاسب المالية وبرجع بقول كل اتناشر سني بتيجي مرة واحدة لموليد برج الجدي بالرجوع لعشرين عشرين في قسم منهم ما انتهى العام الا ما حقق انجاز في قسم منهم حققوا باخر عام 2021 فهون بدي انصح يحافظ عليه ويتجه بالاتجاه المالي او المكاسب المالية وايضا نصيحة استخدموا طاقة الحمل ما عاد تتذمر وتتشائم مولود برج الجدي انت طاقتك شوية عكسية كمان هاي ما خصة بالفلة خليك شوية متفاعل على الجانب التحضيرات والنصاح نحكيهم او وشوخ لا لا اكيد استيس احكيهم ولفتني لتي اجمعها لانه برج الجدي عنده ميول انه يكون متشائم على كل حال بعمل معاك لفاقتين بنحكي عن شخص صيات وصفات كل مولود من موليد الابراش بنحكي عن التحضيرات لبرج الجدي انتبه مني هلق بواجه صعوبي علاقتهم مع الاخوة والجيران في كل ما يتعلق بالاتصالات والمواصلات والسيارة وغالبا السفر القصير هون على عكس موليد برج القوس تمام بدي حذرون اثناء قيادة السيارة ايضا ما تطلعوا معصبين ما تطلعوا متشائمين اثناء قيادة السيارة بالتحديد اطلعوا رايقين ما في شي بس انا بحافظ اعتقدكم الايجابية اكيد اذا طلعت معصب بالسيارة بديك تعمل حالس هذي بس تطلعوا بالسيارة اللي بيحضر هاي الحلقة يتذكر هاي الكلمتين لحتى ما نحكي انه خلص الفلك اللي بديو يصير معاي هيك يعني بديو يصير معاي هيك فلك بيعطيك نصيح ما تطلع زعلان بالسيارة اوكي على الجانب الاخر ايضا طلاب المراحل الابتدائية والثانوية بلاقوا صعوبة بدرستهم وبامتحاناتهم هون واجب الاهل يهتمهم ما تضرب ابنك وانت عم تعلمه ما تعيط عليه في طاقة فلكية يسيد طاقة بيتي كونية هوائية كيف ما بدك اعتبرها ما تآمل بالفلك بس ما تضغط عابنك اذا كان ابنك برج الجدي استوعبوا فهموا جبنوا مدرس خصوصي اذا عندك امكانية ما عندك امكانية ريح له طابته النفسية لانه في ضغط بهي الاتجاه عقاريا بيحصل تغيير جذري بسكانهم وبعلاقتهم العائلية ويشعر بذلك على وجه الخصوص موليد شهر 12 وحتى 5 واحد يعني 22-12 لـ 5 واحد بيشعروا بهاي التغيير طلاب الثانوي بدون يركزوا اكتر بدراستهم مما اعتادوا عليه وبدون يبدلوا جهد مضاعف لضمان النجاح بس خلصنا من روح لفترات العمل من 2-2 لـ 14-5 من 10-6 لـ 15-8 من 15-9 لـ 13-10 فتراتهم العاطفية من 25-3 لـ 24-4 من 6-7 لـ 29-10 السيد ناجد بساطة منك تحبيرات ما كتير صعبة بالعكس انتبه وانتبه وكلنا لازم ننتبه وخصوص الجدي مدل ما منعرف كلنا ينفعل أحيانا قد ما هو هادي بس لما بينفعت بصير مثل الحمل بيشبه الحمل منروح على الدلو برج هوائي قلت حكي قلت انه هادي السنة سنت مواليد برج الدلو فابدأ بالتحذيرات من فضلك ومنروح على الإيجابية مولود برج الدلو عندك اختبارات فيه استاذ فيه معلم عم يختبرك لما تقول حضرتك انه فيه معلم يعني بتقصد كوكب ساتيرن عندهم السنة آه فضل يجب أن يعرف حلوة تنويسة نضال كوكب زحل المعلم الصارم موجودة عندهم هلا وين بيبدأ يختبر بيبدأ أول شي يختبر موليد شهر واحد بعام 2021 وعشرين بـ 22 يبين إلا عن موليد شهر اثنين موليد شهر واحد من موليد برج الدلو يعني من 21 لآخر الشهر 31 هن أكتر المعرضين خلال هاي العام لهاي الاختبارات موليد شهر اثنين هلأ أمورهن بخير بالواحدة وعشرين ما عندهم ولا جنس الاختبار بدك تكون أكتر متفاعل جمع الأشخاص الإيجابيين المتفائلين اللي طاقتهم إيجابية اختبر بإلاقة عاطفية أنا عم بحكي اختبار قد يكون عاطقي مالي تتحمل مصاريف ناس ما لك علاقة فيها تصرف عنهم يعني المدخول تبعك ما يكفي كله هذا لحتى تحصل على مكافأة كبيرة ورح نحكي عنها اللي هي سنة تحقيق الأحلام هاي العام بخلي مولود برج الدلو بالمقدمي هم الأوفر حظا وهم الأكثر ساعدة مع وجود كوكب الحظ والتفاعل المشتري في برجهم حتى نهاية العام بكونوا أكثر المستفيدين إذ أنهم يحققون إنجازات لم يكن بوسعهم تحقيقها من قبل منهم من يستلم وظيفة جديدة ومنهم من يشتري عقارا أو يبيعه بثمج جيد وقد يتمثل الإنجاز في الزواج للراغبين أو الراغبات في ذلك أو في السفر وغير ذلك من معايير وأشياء بتختلف من شخص لآخر حسب تاريخ ميلاده الآن اللي بدي خبره لمولود برج الدنو إذا كان حلمك دراسي بتحققه وبتنجزه إذا كان طموحك الشهرة بتنشهر إذا كان هدفك المال بتلامسه المال لأنه لـ 22 ليجيك إذا كان عندك خلاف ما عم بيتصلح عطال 10 سنين 12 سنين طوال الفترة ما تصلح بالـ 21 بيتصلح مكان ما بتركز بيدفعهم لموليد برج الدنو للإنجازات تبعهم لكن دقة ما تريد هي اللي بتحقق لك حلمة بروحنا فترات العمل من 1 2 لـ 13 5 من 20 10 لـ 24 11 فتراتهم العاطفية من 7 2 لـ 24 4 من 15 5 لـ 11 6 ومن 25 10 لـ 20 11 كتير حلو برج الدنو والله نيالو السنية ومبروك عليكم جميعا واللي بعرفو كمان من خلال أستاذ مجد وغيرو من الأساسي اللي بيبحثوا بعلم الفلك إنه أي حدا من مواليد أبراج تانية بيكون عنده أصحاب من مواليد برج الدلو وبيعشرهم بتأثر فيهم صح أستاذ مجد صحيح هلأ منوصل لبرج الملك أنا برأيه مواليد برج الحوت إن شاء الله تكون سنية حلوة عليهم ونبدأ بالتحذيرات معك حق مواليد برج الحوت هني آخر برج وطاقة الاستيعاب لكل الأبراج أنا بسميهم طاقة الاستيعاب العاطفي أكتر حدا عاطفي دلكون كلهم مولود برج الحوت بيعطي كتير وبيحاسب كتير الناس ما بتفهم وبيقولي لك حساس عصبي بس لأن طاقة العطاء تبعه انفعالية عاطفية مندمجة بهاي الأشياء فحسابه بيكون صعب فمواليد برج الحوت نبدأ معه هلأ وجود كوكب زحل ببرج الدلو اللي هو البيت 12 بيطلب منه تحمل المزيد من المسئوليات خاصة مواليد شهر اثنين وبداية ثلاث بلاقوا الحياة بـ 21 أصعب مما كانوا يتوقعونها إذا تحملوا مسئولياتهم جيدا واختلطوا أيضا بأكد على الاختلاط بالأشخاص الإيجابيين لما بيدخل زحل ببيت معين لأنه هو كوكب التشاؤم ابتعد عن المتشائمين أمورك بخير مولود برج الحوت إذا كنت الحساسية سيطرت عليك تتعطل كل مصالح أيضا بيجتاز قسم ملحوظ من موليد برج الحوت تجربة عاطفية مفاجئة بتكون مع طرف غريب أو طرف بيعرفوه من قبل ولم يفكروا أن يبدأوا معه علاقة عاطفية التي كانت تتميز طوال الوقت بالصداقة فقط عندهم أيضا تغيير مكان إقامي أو سكن فترات العمل من 22 إلى 25 ومن 67 إلى 10 فترات عم العاطفية من 82 2 إلى 21 3 ومن 37 إلى 21 8 السيس مجد لما بتقول الفترات والأرقام بتكون الحظ بيكون أوفر بهذه الأوقات أكيد ستنضال نحن ملقيس حركة الكواكب مثلا وين عندهم فينوس ببيت العمل وين عندهم فينوس ببيت المكاسب المالية هاي إشارة إيجابية هاي اسم فترات العمل والمال فترات العاطفية مناثمدة على فينوس ميركوري على الزوايا فأنا بقسمهم وبشرحهم يعني أخذين معي الشغل فرح يمروا فيها بكرة اللي بيحضر الحلقة وبيطرأ الفترات رح يلاقيهم أسهر بحياته أوكي ننتقل مع برج القوت للإشار الإيجابية 2021 للحيتان هو أو هي سنة التحضيرات يعتبر عام 2021 عاما تحضيريا لموليد برج الحوت فوجود كوكب الحض المشتري في برج الدلو حتى نهاية العام بيحمل فرص لموليد برج الحوت للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة وبيستفيدوا بهاي الشي باهم 2022 يعني بيحضروا بـ 21 كل شي بيحضروا بـ 21 كل شي بيشتغلوا بيحضروا بعام 2022 لما بينتقل المشتري على برج طبعا التحضيرات شو مقصود فيها التحضيرات سنة الله تدرج وإذا بدك تاكل الفيل ما فيك تاكله وجبي وحدة بدك تقطعه صاندويتش صاندويتش لحتى تقدر تخلصه فجاي هدف كتير كبير بحجم الفيل كل شي بتزرعوا مولود برج الحوت بعام 2021 بتحضروا بـ 22 ما تستعجل إنه عملتوا ما حصلتوا حتحصل ويمكن كل حدا سوري قال يمكن أكيد أكيد كل حدا برج الحوت طالعوا دلو بحقق إنجازه بعام 2021 حلمه يعني اللي كان عم يحلم فيه وبـ 23 يعني بعد هاو سنتين هاي كمان كونه بتحبي موليد برج الحوت رح ميزهم بهاي المعلومين بسنة 23 وبالرايح ما رح حدا يلحقكم ولا يطالكم بدكم تصيروا بين النجوم أموركم ممتازي كل شي تعبتوا وعانتوا من 2014 بدأ وضعكم يتغير رح تبدأوا حصاده مع بداية 21 اللي هي تأسيس للـ 23 تذكروا مجد غان من كتير منه سيز مجد غان مرسي تنعاد عليك السلامة والكرامة والصحة وترجع على بلدك سوريا وتعمل سوريا إن شاء الله بأهله وناسة وأحبابه من الهرم يعني من قمة الهرم إلى القاعدة شكرا كتير ستني ضل تنعاد عليك وإن شاء الله بتضلك هيك بإشراقتك وبروعتك وبثقافتك وبزكائك وأنا بدي أحكي شي كتير مهم يعني أنت تقريبا من أزكى السيدات اللي تعرفت عليهم ومن أقواهن ومن أمهاراً إن شاء الله أنا بدعي نحن بحاجة كتير ناس مثلك بالمجتمع وبالإعلام لأنه نحن شوي منفتقر للسيدي الزكي والمثقفي وإنت بتمتلك كل هاي الطاقات سلمك أستاذ مجد أنا بشكرك كتير الكلمة الطيبة يا حبي تقول الكلمة الطيبة صدقك كأنك تصدقت علي شكراً كتير طويل بعمرك وإلى اللقاء في العام 2021 وإن شاء الله أنت برج الأسد تكون عليك سنة رائعة لأنه أبواب مفتوحة برج الأسد زواج أو خطبي من أجمالية وفرص لا تتكرر لقاء مشاهدينا من فضلك نعملوا لايك and subscribe وتصالكن كل شي بدكن ي شكراً لأستاذ مجتمعنا